اشتركوا في القناة عام 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير وتمت إحالته إلى مجلس الشورى وقد وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2020-2021 وتمت إحالة ما يخص السلطة التنفيذية منها إلى الحكومة بعدها ناقش المجلس الاقتراحات بقانون حول تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة ثم ناقش المجلس الاقتراح برغبة والمقدم بصفة الاستعجال بشأن ضرورة قيام الجهات المختصة بتشديد الرقابة على أسعار السلع الغذائية والخدمات وقرر المجلس الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة حضرت اليوم مناقشة التقرير الرقابة وأبديت من الملاحظات والإجابة على الأسئلة التي وردت من أصحاب السعادة النواب فيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم أو جامعة البحرين وأكدت أن الوزارة ملتزمة والجامعة بكل ما يأتي ضمن هذا التقرير بحيث تقوم بالتنفيذة إذا كانت هناك ملاحظات أو نقاط أخرى المستمرين في تطويرها لأن هناك نقاط تحتاج إلى أكثر من سنة أو أكثر من عام فالأمر مستمرة وبيانت جهود وزارة التربية والتعليم ما بعد الجائحة وكيف استفادت من فتاة الجائحة لمزيد من التطوير في جلسة اليوم تم مناقشة المرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة البنية التحتية والتي رفعت لجنة المرافق العامة والبيئة في هذه الجلسة بتعديل مادة بإضافة شيء جديد من أجل حماية المواطن وتخفيف العباء عنه في دفع الكلفة لمرتين الأصل أنه يأخذ على مرة ولكن في التعديل يؤكد على أن حتى لو كان في المرة الأخرى ممكن أن ما يدفعها بس بشرط أن تكون دافع في المرة الأولى في مسكنه المواطن البحريني وأيضا الأقارب من الدرجة الأولى تم اليوم مناقشة تقرير دوان رقابة لسنة 2021-2022 والتي تضمن في بعض الملاحظات التي كانت وصلتنا من الوزارات والهيئات والتي تم مناقشته في فترة يوم كان موجود في اللجنة المالية وتم اليوم مناقشته في المجلس وأبدأوا النواب بعض الملاحظات وعلى ضوءها تم إقرار 11 توصية للجنة المالية تم إقرارها فيها في اللجنة نفسها وتم رفع للحكومة العمل اللازم اشتركوا في القناة